أهلا بكم من جديد نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مؤخرا بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط ورشة عمل للتعريف بنهج الصحة الواحدة كأداء للتقييم المشترك لمخاطر الأمراض الحيوانية المنشأ ومكافحتها وتناولت الورشة على مدى يومين مفهوم الصحة الواحدة باعتباره نهجا يحتاج إلى تفعيل الجهود بين القطاعات المعنية بمكافحة الأمراض الحيوانية المنشأ بهدف تعزيز مستويات الصحة لدى الأفراد والحيوانات والحفاظ على البيئة من خلال تحديد الأخطار المتعلقة بهذه الأمراض وتقييمها للحد من آثارها ومكافحتها واستهدفت الورشة برئاسة سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة وبحضور ممثلين من الجهات الصحية المحلية استهدفت العاملين في قطاعات الرعاية الصحية والصحة البيئية والصحة الحيوانية وصلطت الورشة الضوء على دور التحالف بين المنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية لتعزيز نهج الصحة الواحدة عبر تنسيق الجهود المحلية والعالمية لتجنب تفشي الأمراض المعدية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر